باجا اللي قام بيها البارح لإطمئنين على الأهالي معينة أيضا أثار الحرائق اللي نشبت منذ أيام وجات على أكثر من 820 هكتار من الأشجار والمساحات الغابية اسمع أيضا واستمع الرئيس إلى شهادات المتسكنين اللي خسروا برشا موارد رزقهم أراضيهم زيتين أشجار وغيرها ومعطيات مهمة أيضا قدمها ولي الجهام اللي هو بالنسبة لي شكيب أعتبر أنه ما حصل هو عمل جرامي مقصود في حق الدولة التونسية لا يمكن السكوت عنه لابد من ملاحقة مرتكبيه مهمة جدا الزيارة هذه علش أنا وحتى معدل برنامج حط الأخبار هذية لأنه الحريق رهوة ما يزمش نستهنوا به ما يزمش نستهنوا به وما يزمش زيادا سايب وأسباب وهكاكة في كل عام الخسائر كبيرة وكبيرة جدا وثامة برشا استهتار هي المشكلة مش نحكيه على حرائق ومش جديدة موضوع هذي الحرائق الغبات مش جديدة مش معناها مش تطبعوا معها ومهم بأن نبحثوا على أسبابها أسباب معناها إجرامية فما ناس آمن مشكلتي مع القيس سعيد أنه وين يمشي بش يحكي على حرق ولا بش يحكي على حرائق إلا ويحكي على أجندة سياسية وعلى مؤامرات وعلى ناس معناها متحبش على ما شو الأسباب هي مثال الحريقة دي الأسباب طوى دي جات تحقيقات مفتوحة ولكن مريناش ناس طوى محالة ثم اللي يقول لك فما همال ثم اللي يقول لك فما ناس متعمدة وغيره لكن أنا اللي يعنيني خولة اللي يعنيني أنه رئاسة الجمهورية تكرر نفسها ولا خطابها ممجوج معناها كي نمشي نحكيه على حرقة ولا على حرائق إلا ونحكيه على أجندة سياسية وعلى مؤامرات رينا المؤامرات ولازلنا لم نرى المتآمرين على رئاسة السعيدة ذاكش خلاني يقول كي نسمع كل اللغة هذاي الرئاسي والأحديث الرئاسي هذاي خليني نتذكر سيدنا علي كرم الله واجهة وقت اللي قال أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج لكن تبقى الزيارة رمزية مجدولين تعرف أنت اللي ساير في بيجة تعرف قطعة طريق تعرف المشكلة في الماء صالح للشراب اللي افترت برشا مواطنين اللي هما تول برة ويطالبوا بالحق هذاي بخلاف الحراق اللي قاعدة سايرها هي شو زيارات في شكلها بيهياء يعني رمزية